طبعا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وما فيه شك أن الدولة المصرية شغالة في الوقت الحالي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات أو تقليل فطورة الاستراد وده من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر وده بالتأكيد هيوصلنا لتحقيق حلم المئة مليار صادرات اللي قال عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طيب ده هيتم ازاي خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال ضفتنا المهندسة سارة مصطفى عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعات المصرية ابدأ اللي مشرفونا في الستوديو صباح الخير يا سيدة سارة أهلا بيكي صباح الخير من وراءنا مش مهندسة سارة خلينا نبدأ من البداية ايه هي ابدأ للسيدة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي يمكن لسه معرفوش ابدأ وكنت اشك لان تقريبا ده حديث يعني كل من هو مهتم بقطاع الصناع دلوقتي خلينا نبسط الاجابة مبادرة ابدأ هي رسالة من السيد الرئيس لكل مواطن مصري ان انت تبدأ في مشروعك الصناعي ان الدولة هيئت كل المقاومات الصناعية من طرق من عندي وفرة في الطاقة فانا النهاردة قادر ابدأ مشروع صناعي وانا واثق ان ان شاء الله المشروع ده هينجح يمكن الفرق ما بين اي مبادرة فاتت ومبادرة ابدأ ان انا عندي شركة تم تأسسها شركة مساهمة دي هتكون زراع تنفيذي على الارض ان احنا نشارك في المشروعات دي زي ما وضح السيد الرئيس في المؤتمر ان احنا نقدر نساهم بنسبة معينة لاستدامة المشروع ولسهولة الاجراءات ان انا بس مش هساعدك في بداية ان انت تبدأ مشروعك لا انا كمان مكملة الطريق معاك في اي حاجة تحصل خلال الطريق في النجاح المشروع ابدأ هكون مساندة باذن الله طيب يعني خلينا نوضح كده للشباب اللي بتفرجوا علينا اللي مش عارف لسه يبدأ منين يعني البعض لسه عندهم التخبط في انا اعمل ايه بالزبط وبالعكس يعني احنا دايما حتى في رسالتنا من صباح الخير يا مصر انه خلونا بقى نعمل حاجات صناعة مصرية خلينا نقول ميدن ايجبت ونفتخد بصناعتنا المصرية ايه المشاريع اللي ممكن المبادرة مثلا بديها فيها افكار للشباب يمكن حابين ان هما يبتدوا ويأسسوا ويصنعوا انا عندي ثلاث مستويات من المشاريع عندي المشروعات الكبرى المشروعات الكبرى بنستخدم فيها الصناعات المغزية فيه منتجات على قائمة الوردات المصرية في كل قطاع صناعي المفروض المنتجات دي فيه حاجة مليح عليها في السوق المصري بدلي ان انا وردتي فيها كتير نقدر نشوف في كل قطاع صناعي ايه المنتج اللي انا حابب اصنعه وابتدي اعمله دراسة جدوى بيتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة وبعدين ما نبدأ نتواصل خلال 24 ساعة بيتم الرد على السؤال ده بالنسبة للمستوى بتاع المشروعات الكبرى عندي مشروعات صغيرة والمتوسطة كل محافظة فيها ميزة تنفسية الهدف ان انا اعمل يعني زي عايز اعمل زي تكامل اقتصادي لامتداد لمبادرة حياة كريمة والتمكين الاقتصادي ده هيجي من الميزة التنفسية دي ان انا اوطن لها صناعة كل محافظة عندها ميزة كل محافظة لها امتداد لمناطق الصناعية المناطق الصناعية دي بيتم استهدافة ان انا اخدمها بورث صغيرة زي الحاملة التدريبية اللي كانت في محافظة سوهيج ده مثال نعم فالموقع الالكتروني اريد الناس ابتدت تتواصل معنا وابتدينا نرد ونلبي الطلبات دي نعم مش من ده سيصار يمكن حقيقة يعني لقيت الدوق او القيت الدوق تحديدا لان كل محافظة عندها ميزة وهو ده اللي بيعزز دور او بيعمل نوع من انواع التكامل ما بين محافظات الجمهورية المختلفة لان في بعض من الناس بينظر دايما للمشروعات الكبرى ويتغافل دور الصناعات التكملية او الوسيطة للوصول للمنتج النهائي ويمكن دي اقتصاد ليس بالهين وبيحقق يعني اجمالي ناتج محل كبير جدا لو اهتمين ابدأ ويمكن اعتقد ده الدور الرئيسي برضو او الركيزة الاساسية اللي بترتكز عليها ابدأ ازاي قدرتوا اللي انتوا توععوا ثقافة المواطن بفكرة الصناعات التكملية تحديدا بالضبط هو زي ما حضرتك اشرت ان الصناعات التكملية والصناعات المغزية اللي بتعتمد عليها ازدهار الاقتصاد يعني مثلا عندي الصين الصين معظم الاقتصاد بتاعها بيعتمد على الصناعات المغزية لو بصينا مثلا لقطاع صناعة الاجهزة المنزلية عندي مثلا مصر من اهم الدول في صناعات الاجهزة المنزلية ولكن الصناعات المغزية مثلا للجهاز اللي هو مثلا التكييف أو الغسطيلة أو البوتجاز الصناعات دي كلها أنا بستورد المكونات بتاعتها وده اللي احنا عملناه كبداية إن أنا بدرس كل قطاع صناعي بشوف إيه أعلى منتجات على قائمة الوردات في القطاع ده وبالفعل عملنا اجتماعات تنصيقية مع صناع الأجهزة المنزلية وتم الاتفاق على 12 منتج من أهم المنتجات اللي بيتم استراضها بالخارج وبالفعل بدأنا بالتواصل مع الشركاء الأجانب اللي هم مصنعين لهذا المنتج بالخارج وبيتم استراض المنتج من عندهم وصلنا دلوقتي 20 شريك أجنبي و64 مشروع كبرى ومشغالين بقى نسوه الله يعني يمكن شفنا كمان السيد الرئيس أنه طرح إمكانية مشاركة الدولة فيه طبعا شراكة مع الشباب في البشاريع واضح لنا النقطة بالضبط ده بيحصل لما زي ما قلت حديث بنقدم الدراسة الجدوى بيتم الدراسة المشروع ومساعدتهم وبنوجههم إزاي أن الدراسة الجدوى دية تبقى هل ممكن الدولة تدخل يمكن بنسبة مثلا بالضبط إحنا بالفعل بنشارك زي ما قلت حديث الفرق بيننا وبين أين وغضرة تانية إن وغضرة لها زراعة تنفيذي واللي هي شركة مساهمة بتشارك مع الرجل الأعمال أو اللي حابب يبدأ المصنع إن هو يبدأ مشروع بنشارك بنسبة بالنسبة دي بتبقى أنا ما بشاركش بميجورتي لأن المفروض أن اللي هيصنع المنتج ده هو اللي هيدير أنا بس هساعده في الإجراءات توفير توفير وحدة صناعية أو توفير أرض في كل الإجراءات اللي المفروض هي كانت عائق زمان وطبعا عندنا ميزة دلوقتي موضوع الرخصة الذهبية ودي رخصة الموافقة الوحدة وعندنا موهلة ثلاث شهور مفروض السيد الرئيس فتحها لكل القطاعات صحيح فمفروض ده حافز كبير يعني نحن نكمل ممكن كنا من الحضور أثناء انطلاق المبادرة وشفنا إن كان من أهم الطلبات اللي كانت بتوعيق المصنعين أو تحدي أكبر بالنسبة لهم فكرة الحصول على رخصة أو الإجراءات الخاصة بالترخيص وأصبح في إكسابشن أو يعني زي ما نقول كده رئيس إدى نوع من أنواع المهلة ثلاث شهور والروني هتعملوا إيه وهنديكوا الرخصة الذهبية تحديدا زي ما حي قلت لكن أعتقد أن أحيانا المصنعين بيحتاجوا لنوع من أنواع الحوافز إيه هي الحوافز اللي بتقدموها للمصنعين علشان نقدر إحنا نوصل بأعلى نسبة مكون محلي موجود في مصر بزرط مجادرة أبدأ بتتواصل مع كل الجهات المعنية لتوضيح الحوافز دي مثال مثلا عندي مدن الجيل الرابع دي في قائمة من المدن متوفر فيها وحدات صناعية وأراضي دي بناخد فيها خمس سنين إعفاء ضريبي في حالة أن أنا اخترت الوحدة الصناعية بتاعتي هناك عندي حوافز زي أن أنا أقدر أعمل موضوع الإغراق بتاع السلعة أن أنا أفضل المنتج المحلي كلما نسبة المنتج المحلي زايدت كلما الانسنتف بتزيد وحاليا بندرس طريقة حساب المكون المحلي بحيث مصنع بتاع المنتج الصناعات المغزية يستفيد أكتر طيب إزاي بقى الدولة هتقنن أوضاع المخالفين ممكن ذي نقطة مهمة جدا وعايزين نعرفها ونفهمها من حضرتك أكتر طيب التقنين أوضاع المخالفين أو المتعثرين ده بيندرك تحت محور دعم الصناعة أنا بالفعل عندي قاعدة بيانات من المصانع المتعسرة في كل المحافظات ده بمساعدة فريق الرصد الميداني في حياة كريمة بيتم التواصر معاهم بيتم تحديد التعصر ووجه التعصر عشانا عندي كذا نوع من التعصر فيه تعصر مهني أو تدريبي بيبقى محتاج أنه يتضرب ويعلم من كفاقته فيه تعصر في المخالفات أو في الرخص أنه هو مش قادر يحصل على رخصة فده احنا بنساعد أن أنا بقلله الوقت الزمني بدل ما يقف في طبور الإجراءات الحكومية أنا بوصل صوته أسرى منها البلقراطية بالضبط فأنا بوصل صوته أسرى حالك تقدر تقولي إن مبادرة إبدأ تعتبر من المسرعات الحكومية من القيادة السياسية بتوجه إن أنا عندي هدف أوطن صناعة طيب العائق اللي هو الإجراءات الحكومية ده أوفره إزاي بوجود مبادرة إبدأ نعم طيب بنتكلم أنه فيه أحيانا بعض من صغار المصنعين لأنه أنتو بتهتموا أيضا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحيانا بيكون عندي الفكرة ولكن تنقصني دراسة الجدوى إزاي بتقدروا تساعدوا هذا النوع تحديد إحنا عندنا فريق مختص بالدراسة الجدوى أهم حاجة المتقدم للمشروع يكون عنده خبرة بيتم مساعدته توجيهه في كل المحاور سواء بنرفع فيه دورات تدريبية مخططة لها رفع الوعي المالي رفع الوعي الإداري عشان من أهم نجاح يعني من أهم عوامل النجاح هو أن يكون فيه إدارة نجحة صحيح بالإضافة إلى أن أنا بساعده لو الصناعة دي صناعة تكنولوجية حديثة أنا بشتريت وجود شريك وخبير أجنبي فبساعده وبوفره كل الدراسات اللي هو يحتاجها وعشان المشروع يكمل إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا هسأل حاجة سؤال يمكن بيدور في خاطرنا كلنا ويمكن أمنية كبيرة قوي عند كل المصريين إنه إمتى نقدر نوصل للإكتفاء الزيتي من المنتج المحلي نقدر نقول المنتج ده سواء مسكناه من كده من ألف لليا المنتج ده فوش حتى صامولة معمولة بر كله معمول في مصر هو المخطط إن شاء الله على خمس سنوات نقدر نغطي معظم الصناعات المغازية في كل القطعات أول مهمة مش أقول إن هي سهلة بس صعبة جدا إحنا بنحاول إن إحنا نضاعف كل الجهود ونساعد المصنعين على كل المستويات في القطعات الصناعية وإن شاء الله نقدر نحق قبل خمس سنين إن شاء الله يعني لأن في بعض الصناعات يا سورة صورة يمكن إحنا وردتنا من أستك النقود تحديدا إحنا بنستورده بتكلفة 70 مليون جنيه في السنة في حين إن خط الإنتاج 40 مليون تكلفة خط الإنتاج 40 مليون إيه سبب من أسباب اللي بيخلي ما عندناش مثل هذه الصناعات موجودة أو كانت موجودة من خلال دراساتكم للسوق المصري ويعني يجلسكم مع المستوردين كمان تحديدا إن الناس بتستسهل الاستيراد يعني نتكلم بموضوع بكل بساطة إنه بيستسهل إنه هو يستورد فطبعنا ليه أصنع هو ده الهدف شاوزي ريسك أتحمل مسؤولية عمال وخطوط إنتاج ومن ضمن أهداف المبادرة كمان إن أنا أوطن صناعة وكمان ده هيأثر علي إن أنا هوافر فورس عملية إحنا بنستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل ده في المرحلة الأولى ده في المرحلة الأولى من مشاريعنا فالموضوع إن أنا لازم أحس بالمسؤولية أنا كمستورد أحس بالمسؤولية تجاه المجتمع اللي أنا منه مش مجرد إن أنا بستسل إن أنا أجيب المكون ده وخلاص وأفكر في المنتج التام لأ أنا لازم أحس بالمسؤولية وطنية تجاه المجتمع المصري وإن أنا أساعد في توطين الصناعة دي عشان ده هيوفر لي فرص عمل صحيح وساعد كمان الفئات المستهدفة في المحافظات إن أنا يكون عندي مجمعات صناعية يكون عندي ظهير صناعي في كل محافظات الدولة المصرية طب يعني أنا عايزة يعني نفهم مع بعض كده ونحلل مع بعض يمكن سلوك المستهلك إحنا ليه دايماً عندنا حتة إيه ده صناع في الخارج أو ده مستورة فده أحسن أكيد بالمنتج المحلي مع إن إحنا بندفع فلوس كثيرة جداً على جودة في الحقيقة مش كويسة خالص يعني إحنا بندفع فلوس وفي الآخر الجودة اللي بتجيلنا مش على قد الفلوس اللي إحنا بندفعها دي ليه عندنا السلوك ده؟ عقدة الخواجب عندنا السلوك ده عشان أنا معندي ثقة في المنتج اللي مكتوب عليه صناع في مصر عشان نتغل مع إن بره بقى المنتج اللي مكتوب عليه الصناع في مصر ده بيتباع على طول يعني في حاجة تكثير قوي مع عشان حددك بتصدري فده بيبقى مطابق للمواصفات الدولية اللي إحنا بنحاول دلوقتي نرفع فيه الوعي ومن خلال محور بتاع التدريب إحنا عندنا ثلاث محور في إبدأ المشروعات الكبرى دعم الصناعة محور البحث والتدريب المحور ده أنا بحاول إن أنا كل المنتجات من خلال مبادرة إبدأ تكون مطابقة للمواصفات الدولية وده اللي أشار إليه السيد الرئيس ومهندس محمد سويدي في يوم اللي افتتاح المؤتمر إن أنا عايزة يكون عندي معامل اختبار ومطابقة للمواصفات إن هي تتوفر هنا في السوق المحلي بدلا من إن أنا أصفر العينة لو أنا عايزة أنتج منتج من صناعة حديثة لازم أصفر العينة بالخارج عشان يتم اعتمد المواصفات بتاعي دلوقتي إحنا شغالين على قطاع المعامل إن أنا أوطن جميع الصناعة واختبارات المطابقة في مصر بالتعاون معها الشريك أجنبي وبناء أنا عليه هبقى أنا متشجع إن أنا أعمل المنتج بالمواصفات دي وهتلاقي بقى إن المنتج اللي صنع في مصر نفس المواصفات الدولية للمنتج اللي إحنا بنجيبه مبارك يمكن أنا عجبني أثناء جلوسي في الجلسة الافتتاحية أو يعني تتشين المبادرة مع مجموعة من الشباب في إبدأ لقيت إن أنتوا حليتوا المعادلة أو وقفتوا على زمام الأمور لكل المعطيات الخاصة بالعملية التصنية في مصر عادتوا مع المستوردين نفسهم وسألتهم إيه مشاكلهم طب إنتوا عاوزين كواليتي معينة هي دي اللي بتخليكوا الجودة هي اللي بتخليكوا تستوردوا فلا أنتوا هتبقوا زي رقباء على المصنع اللي هيورد لكم من داخل مصر ففكرة ده بيسهل العملية تحديدا الخاصة بالتصدير وفي نفس الوقت ما بيخليش طب أنا هحقق اكتفاء ذاتي فبالتالي المستورد هيقعد مش هيشتغل لا أنت هتكون زي وكيل لهذا المصنع من خلال ترويج هذه المنتجات أيضا بس حقق أتناء الكلام قلتي الويب سايت بتاعكو تلقى عدد من الطلبات فعوزين برضو ننوه هناية السادة المشاهدين بأهمية الويب سايت في هذه المبادرة وإزاي هو يقدر يدخل ويقطح بمجال الصناعة لو عنده فكرة من خلال الموقع الخاص بكو وإيه هو الموقع التحديد هو بداية لنقطة المستورد اللي الصناعة ممكن تأثر عليه بالعكس إحنا من أهم قصص النجاح في المبادرة إحنا بنحول كل مستورد أنه يكون مصنع يعني لو عندي مستورد وكيل لشركة أجنبية والشركة الأجنبية دي بالطبع يعني هي مصنع في الدولة بخيرك فأنا بشجع الوكيل ده أنه ييجي بمساعدة المستورد اللي هو وكيل هذه الشركة وبالفعل إحنا حققنا ده في الصناعة مغزية للبوتاجاز تم دعوة شركة أجنبية هي من أكبر موردين سماو أمان الغاز هي صناعة صغيرة بس دقيقة جدا والتكنولوجيا فيها عالية فهنا نحتاج يكون معنا الشريك الأجنبي وتم بالفعل الشراكة معايا وإن شاء الله المصنع هيفتدحه خلال ست سوء بإذن الله نرجع للموقع الوبسايت هو فيه استمارة بيتم ملء فيها البيانات وإحنا بعد كده بنستلم الطلبات وبيتم تقسمها على حسب نوع الطلب إيه وعلى حسب زي ما قلنا في موضوع المصانع المتعثرة أو المخالفة أو اللي هو عنده تعصر في إجراءات طلب وحدات أو أراضي صناعية وبالفعل احنا عملنا اجتماع تنصيقي يوم الأربعة اللي فايت وتم تقديم الطلبات دي احنا يعني بنقدمها على طول الجهة المعنية ودي الميزة اللي بتميزنا عن أي حد تاني إن فيه سرعة للتخزي الإجراءات وبوصل الطلب بأسرع وقت وبالفعل فيه ناس استلمت الوحدات السماعية بتاعتم هاي احنا بنطمح ان احنا نوصل لمية مليار صادرات هنقدر نوصل لده في خمس سنين إن شاء الله إن شاء الله قبل الخمس سنين إن شاء الله نحنا دلوقتي 48 مليار تقريبا آه إن شاء الله فإن شاء الله يعني قدامكم تحدي أنا شايف بيعني سواعد الشباب اللي موجودة في إبدأ وفكر الشباب تحديدا في إبدأ نحنا يعني رقب مش كبير وهيتحقق أكبر منه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني احنا بنشكرك أستاذ باشموندسها سارة ولكن قبل الختام عندنا كده السؤال عاوزين برضو يعني نستفيد من وجود حضرتك بأكبر كم ممكن لو احنا بنتكلم على صناعة وحد عاوز ينضم للمجمعات الصناعية اللي موجودة في المحافظات هل السبيل الأوحد ليه هو الموقع الإلكتروني ولا ممكن يعمله هقول لحضرتك في المحافظات أنا عندي زي ما قلت حضرتك الفريق بيدعمني اللي هو فريق رصد مبادرة حياة كريمة فهو عنده طريقين يأما يتوجه للفريق رصد المحافظة ميداني اللي موجود يأما عن طريق الموقع الإلكتروني دول الطريين اللي يقدر له من خلالهم اللي هو يتواصل للرصد الميداني الحياة كريمة هيقدر له يوصله بيكو فيبتدي له ياخد الوحدة فيه اكتبعات دورية داخلية دايما بتحصل نعم بنشكرك على وجودك معنا المهندسة سارة مصطفى عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية يبدأ شكرا لوجودك معنا في الصباح شكرا لك يا سارة مرة تانية يمكن اقتصاديات العالم كله أيما على التصدير والصناعة ما فيش حاجة تانية يعني في حاجات بتساعد لكن ده أهم حاجة لاقتصاد قوي إن شاء الله إن شاء الله نوصل لمية مليار في وقت قليل قوي موسيقى